صح صحي معايا كده? ان الصوت بيقطع? ها الصوت كويس او لو بيقطع? طيب الصوت لو قطع قولوليا عشان هما بيلعبوا فيديو وانا عاوز اخش في العليوم البتاع فلو بيقطع قولوليا خش اشيل من عندهم الايه? الجيمز على طول انا اقلت لهم لو قطع هشيل من عندهم كل حاجة. فقاليت وانا بتلكك فقاليت قولولي ان هو بتقطع ماشي? بصحت. ماشي. ايو كده. بص بقى السؤال الاولاني. لو انا عندي دايرة فيها كويل وكويل تاني نبدا كده بالراحة. وايسي يلا قولولي كده. لو انا قفلت المفتاح الفيزة انجل يحصل لها ايه? سابتة برافو. انا بص السؤال بتاعنا هو السؤال بتاعنا هو what happened? توفيز. سلم خط سلم على خطك يا حمد. توفيز انجل اف سويتش كلوزد. دا السؤال. ماشي. كويل وكويل افلنا مفتاح كده هو? يبقى الفيز انجل هتفضل كونستانت. كونستانت على كامل? كونستانت على كامل. على ناينتي ديجري. طب تعالي. نلعب تاني. ادي كويل ها? ودي ار. وحطينا هنا مفتاح هنا. يلا قولولي ايه في المفتاح? الفيزة انجل يحصل لها ايه? صح. اساسا في الاول قبل ما اقفل المفتاح بيفور. هنكتب كده بيفور. كانت الفيز انجل دايلة ارقال ار ال اكبر من زيرو ازغر من تسعين. افتر الارها تلكانسل هتبقى الفيز انجل بتسعين. يبقى كده فعلا الاجابة تبقى ايه? زادت. زادت. هي كانت اكبر من زيرو ازغر من تسعين بقى بتسعين. يبقى كده زادت. لكن بص كده معي هنا. لو العكس بقى. لو عملنا كده. ادي كويل وادي ار وحطينا المفتاح عند الكويل. يلا. اقفل المفتاح. وليه الفيز انجل. بيفور. كانت اكبر من زيرو ازغر من ناينتي. افتر. دلوقتي بقى تلفز انجل اقوال زيرو. اه يبقى كده فعلا تبقى الاجابة دي كريز. هي كانت اكبر من زيرو. يبقى كده الاجابة تبقى ايه? دي كريز. طب تعالوا تعالوا. خليكم معي. طب دي ار ودي ار. ها? يلا. ايه فيلم مفتاح? الفيز انجل اخبارها ايه? ار و ار. صح? هتفضل كونسطن. كده كده كانت زيرو. هتفضل برضو الفيز انجل بزيرو. فيبقى الاجابة هتبقى كونسطن. طب يلا. هنكمل لعبة كمان. هنحب كده بقى معانا. ادي كويل. و ادي كاباستور. تمام? حل? يلا. قولي ايه فيلم مفتاح? الفيز انجل اخبارها ايه? ها? طب نقولها بفور. دي دايرة ار. بص دي دايرة ال. و دي سي. ال و سي بتكون الفيز انجل اكوال تسعين. طب بعد مقفل الكاباستور اتلغى. بقى عندك كويل. طب ما الفيز انجل برضو بتسعين. تبقى الاجابة برضو كونسطن. يا ابني لزينة. يا ابني لزينة. طب بصوا ها? ديت. يلا. كويل و كاباستور. بس هنحط المفتاح هنا. قولي بقى. الفيز انجل برضو يحصل لها ايه? هي هي. قبل مقفل المفتاح كانت دايرة ال سي. في دايرة ال سي بتكون الفيز انجل اكوال تسعين. طب بعد مقفل المفتاح ده يا شباب. الكويل هيكانسل هيبقى الكاباستور. طب ما الكاباستور بتبقى الفي. بتبقى الاي ليدي الفي بانجل ناينتي. فبعد مقفل برضو. هتبقى الفيز انجل برضو بناينتي. فتبقى الايجابة ايه? كونسطن. طب بص اللعبة اللي جامدة دي. بص اللعبة اللي جايد الوقتي. بص اللعبة اللي جايد الوقتي. مش هقول بقى نيجتف وبتاع اسمها سابتة. الحين لديها دعا بالرقم. مش منها جاعة بلاكس بقى ولا بوستف ولا بتاع. الرقم تسعين. تسعين بقى نيجتف او تسعين في البوستف كرقم هي سابتة تسعين. فيش حاجة اسمها يبقى نيجتف اتغيرت. ما احو يقول. ما فيش حاجة اسمها بوستف تسعين نيجتف تسعين. هو اللي بقى كده اتغيرت. لا احنا هي منها الرقم. النيجتف دي اتجاهات. تمام? طيب. بصوا كم معايا. ال. ار. كويل. اه كباستر بقى. ار ال سي. بصوا اللعبة اللي جايد دي. اللعبوا معايا بقى كويس. اللعبوا معايا كويس. دي دائرة RLC circuit. يا عم فين الكباستر. امسح وقت بكده. الصوب بيقطع يا شباب ولا ماشي كويس. الصوب بيقطع ولا كويس. بودي بيقول كويس يا هانا يبقى الصوب يوحش من عندك انتي. كلهم بيقولوا كويس يا هانا يبقى من عندك انتي مش من عندي. ماشي. بصوا بقى كده معايا. لو انا قلتلك F circuit in resonance. لو كانت circuit in resonance. هلاص. طيب. المفتاح ده بقى كده معايا. ركز معايا. يلا. المفتاح ده لو تقفل. قولي فيز انجل يحصل لها ايه. انا نوار نوار. انا نوار نوار يا شباب. انا الشات نوار نوار. اللي انت قلتلي انت مين. ما انت كده كلمتني. اولا قبل ما اقفل المفتاح. قبل ما اقفل المفتاح. الفيز انجل كانت بزيرو. صح؟ طب بعد ما اقفل المفتاح. بعد ما اقفل المفتاح هتبقى دايرة RC. اللي كان سلب. بقت دايرة مين? RC. بقت الفيز انجل اكبر من زيرو اصغر من تسعين. يبقى حضايا كده الفيز انجل مالها زادت. ايه انا كوهوست. انت عملت اتكلمني اهو؟ طيب. دايرة RC لان لما اقفل المفتاح دا جامبر واير. يبقى ربعا اتعدي في الواير والكويل هيكانسل. صح ولا ايا حبيبة؟ ماشي؟ فتبقى دايرة RC سيرك بس كانت LRLC. بقت RC. ماشي؟ بص كده معي هنا. طب ادي كويل. ادي كبستر. ايه انا سامعك عبد الرحمن. ادي اسي سيركت. تاني. الدائرة اللي فوق ديت يا استاذة حنينة. الدائرة اللي فوق ديت يا استاذة سلمة. كانت في حالة ريزونس. تمام؟ حلو. حالة ريزونس يعني RLC سيركت فكانت الفيز انجل ايكو الكام. زيرو مش دي حالة ريزونس؟ طيب. لما نعفل المفتاح اللي تكنسلت. هل السيركت لسه RLC ولا بقت دايرة RC؟ RC. طب الـ RC الفيز انجل بتاعتها ايه؟ اكبر من زيرو اصغر من تسعين. يبقى كانت بزيرو بقت اكبر من زيرو. بقى كده الفيز انجل ايه؟ زادت. صح؟ اه طبعا نوريزونس تكنسلت خلاص. ماشي يا سلمة؟ سلمة يا محمود. تمام؟ طيب. معلش انت يا بابا اللي انت بتقوله دا كلام غلط. ما ينفعش احط DC في دايرة RLC سيركت الكاربا مش هتمشي لان الكبسر مش هيعد الكاربا عبد الرحمن يا بو دي. طب بص كده عبد الرحمن. بص في الحتة دي. في دايرة RLC سيركت. ان ريزونس. برضه اقوله كده في حالة ايه؟ في حالة ريزونس. ماشي. لو انا قفلت المفتاح دا. قولي الفيز انجل احصلها ايه؟ يلا. ها ها. بص لقالت انكريز والدحك عليها. كله بيقول كونسا برافو عليك. زي ما هي. ليه بقى يا مستار؟ دايرة ريزونس. يعني XL ADXC. قبل ما اقفل المفتاح. قبل ما اقفل المفتاح. كانت الفيز انجل ايه والكام؟ زيرو. انا عاصف اقرب نفس اللي بعمله دلوقتي. طب بعد ما اقفل المفتاح. هل XL والXC معانا ولا تكنسلو؟ تكنسلو. بقت دايرة ايه؟ بقت دايرة RLC سيركت. طب ما انت عارف ان ال RLC سيركت الفيز انجل بتاعتها بزيرو. يبقى انت شايف الفيز انجل اتغيرت كده؟ اللي قلتي زادت. الفيز انجل سبت. كونس دبت. اسئلة جميلة. على نفس نمط انتحان الوزارة السؤال التجريبي اللي جابيته. تمام؟ السؤال التجريبي اللي جابيته. لكن انا بقى لو انا عملت ايه بقى كده؟ بصوا كده معي هنا. سم الله وصله على رسول الله وقاله عليه الصلاة والسلام كده. بص معي. دي دايرة RL. وهنحط هنا. هيجي ادفانس دي يعلى شوية. طبعا لازم يعلى طبعا. لو انا قفلت المفتاح دي R و R. قولوا يلفز انجل يحصل لها ايه؟ على صلاته والسلام. هي. دي دايرة تنثيتة بقى. تنثيتة بتساوي XL على R. قول لي بقى لو قفلت المفتاح اللي يحصل. الRTL. هي. يبقى تنثيتة تزيد. فالثيتة كده ايه؟ تكبر. صح؟ طب تعالوا 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 تعالوا. ادي كويل ودي R. ماشي؟ لو انا عندي مفتاح هنا وكويل هنا. اقفلوا مفتاح يلا. ادي R ودي XL ودي XL. اقفلوا مفتاح. قولوا يحصل ليه في الفيز انجل. تنثيتة ايكوال XL على R. لما بقفل المفتاح بXL هتقل لي بقى تنثيتة ايه؟ هتقل لي بالإجابة دي كريز برافو عليكم. طب يلا يا جماعة خشوا معايا على الجاي. يلا 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 يلا. XL R كباستر ودي كباستر تاني. دي مفتاح ودي اس سيرك ودي فولتميتر. هسأل سؤالين. هخش في اللولابة. هقولك ان الدايرة دي في حالة ريزنس الاول قبل ما اقفل المفتاح. ماشي؟ يقولك R L C N ريزونانس بيقولك لو الكي كلوزد. السؤال بقى كده بيقولك if key كلوزد قول لي الفيز انجل يحصل لها ايه؟ وقول لي قرية الفولتميتر يحصل لها ايه؟ يلا يا عم الفيز انجل يحصل لها ايه بقى؟ قال لي دي دايرة في حالة ريزونانس يا مستر لما تقفل المفتاح دا مفيش كابستور الكنسل ولا حاجة وما لإيه اللي حصل؟ كل اللي حصل حضرتك ان انت طبعا كده هنا في عندك C وهنا في عندك C بانت زودت السي فلما السي تزيد يبقى حضلك حالة ريزونانس اختفت وانا كنت بقولكو لو انت عندك F لو انت غيرت ال F او ال L او السي في دايرة ريزونانس غيرتهم ايه اللي يحصل؟ الامبيدنس تعلى الامبيدنس ايه؟ تعلى طب و ايه بقى كمان؟ والكرانت يقل و ايه كمان؟ والفيزانجل تزيد يبقى الفيزانجل ما لها كده؟ يبقى بالنسبة للفيزانجل هتزيد ليه هتزيد؟ لان هي كانت زيرو دلوقتي بقت ايه؟ اصبحت اصبحت الفيزانجل اكبر من زيرو اصغر من تسعين لان XL ما بقتش قدي XC صح؟ طيب يبقى الفيزانجل زادت طب استنوا بقى السؤال التاني ايه راية الفولتميتر ريحصل الله ايه؟ الفولتميتر ولو هالفولتميتر هو عبارة عن I في R هاداك ال R كده كده سبت بس انت عادي في الامبيدنس زادت تبقى current هايقل فالcurrent يقل بقى راية الفولتميتر ايه؟ بقى راية الفولتميتر تقل طيب تعالوا بقى نلعب لعبة تانية بقى خالص لعبة تانية خالص هنرسم دايجرامة بين ال V وال I ده ال V وده ال I لو ما قالش انها حالة توريزنس هتفضل اكبر من 0 اصغر من 90 ما قدرش احدد هي هحصلها ايه بالظبط فاهمني؟ ما قدرش اعرف يا جنان بص يا عم بقى كده الشكل اللي قدامك ده في الشكل اللي موجود قدامك ده هقولك هنا علاقة ما بين انا بقولك ده جراف one one pure element one pure element يا طرى الالمنت ده L ولا R ولا C اللي بيقولك بسطر ممتاز لان ال I little V صح انا في الجراف ده ال I little V by 90 degree ففعلا فعلا الكلام بتاعكم مظبوط 100% كلام 100% مظبوط ماشي الصوت كويس يا شباب الصوت كويس كويس وعيش عندك انت يا وساوسل عندهم كويس زي الفول طيب تعالي كده معايا هنعمل كده دوة I وده V وعملنا كده وقلتلك بردو ان ده one pure element مين ال pure element ده بردو ما اتضحكش عليكم بردو ال I little V يا مستر بردو هي انت عكستها بس I little V بردو ده كبستر بردو صح ماشي طب بصه اللي انا هرسمه دلوقتي two elements جراف لي كم elements two elements حلو الكلام two elements بص A دي ده I ده بتعمل ال I ده بقى بتاع ال V مين بقى ده ده دائرة RL بصوا بصوا انا عاوز اتبقى شوفين وضع الماكسفام هنا شايفين الفولت ماكسفام هنا وال I ماكسفام هنا هل الانجل ما بين الاتنين دولة جماعة تسعين ولا اصغر من تسعين اصغر من تسعين صح فالثيتا اللي عندنا هنا اكبر من زيرو اصغر من كم من نايت يعني مثلا الفيديو ممكن تبقى جاية بدقة عند الفولت هنا ماكسفام عند انجل سيه مثلا تلاتين وال I ماكسفام عند انجل تسعين فالفرق ما بينهم تسعين اصطلاتين ستين فكده بنقول انثيتا اكبر من زيرو اصغر من تسعين وال V ليدل I ال V ليدل I بانجل اكبر من زيرو اصغر من تسعين بعد دائرة من RL ماشي طيب طيب لو انا قلتلك ان دول ثري elements اه طبعا يقولك دوان element عرفنا من اصغر من تسعين اهي شايفة بص بص يا 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 فيرونيكا انا بدق ال V من هنا بس els bec بتاعة الكير هل el bec بتاعة الكير يا فيرونيكا بدق من عند الصفر ها اي اي فيرونيكا حاضر يعمل اللي يغير اله هل ال bec بتاعة الكير مش بدق من عند الصفر el bec اهي ال bec دي ليو وضع الماكس اهي فالمكسمن بتاع دي مش بدء من الصفر بدء من عند أنجل نفترض بتلاتين المكسمن بتاعة الاي جاية عند تسعين فالفرق اللي ما بينهم تسعين ناصر تلاتين ستين يبقى الأنجل ديت أكبر من زيرو أصغر من كام من تسعين يبقى دي ما ينفعش أقول عليها أنها دايرة مثلا L circuit دي دايرة RL صح طيب بصي كم معي لو أنا قلتلك إن في عندك تلاتة أليمنت three elements عاوزك تقولي لي طبعا في الدايرة دي تلاتة أليمنت بقى دايرة RLC تلاتة أليمنت هيبقى مين يعني RLC دا ميا ميا ماشي بدأت كده دا الفير بعدين غير لون الألم يا حماد دا الاي طيب الدايرة دي دايرة RLC ماشي أنا سؤالي بقى دايرة RLC أنا بقولك تلاتة ألمت من الأول أنا بقى سؤالي هو XL قد XC ولا XL أكبر من XC ولا XL أصغر من XC من الرسمة دي هو مين lead مين الأول أسأل السؤال أنتوا شايفين مين اللي lead مين مين lead مين اللي هو في الرسمة دي ال-I lead ال-V بعرف منين مين الوصل الماكسما من الأول ال-A وفين الماكسما من بعد كده ال-V يبقى ال-I سبقت ال-V حل طب ال-I لما تسبق ال-V في دايرة RLC سيركيت يبقى مين أكبر آه يبقى كده يا نوار XC أكبر من XL طب الدايرة دي عندها inductive property ولا capacity property طالما XC أكبر يبقى عندها أيوة capacity property منتاز طب تعالوا بقى عندي حركة عوري هلكم في الشكل يقولولك دا السؤال موجود عندنا جوة دايرة tuned circuit دايرة اسف resonance circuit اللي هو جهاز الإرسال resonance circuit هدي لك سؤال لو لا بي جديد هدي لك سؤال لو لا بي جديد آه طبعا لو resonance تبقى قومك بروبرت يا بودي بص بنوقع ايه ونشط ايه بعدين بص ايه بلال بيسأل ماشي بص كمعة هنا اوهوهو يا جمهوري العزيز حد يا مارتينا لو انا عملت كده أنا بقى سؤال إيك بستر في اللحظة هو بيعمل discharge ولا بيعمل recharge ها أنا سؤال بسأله الكاباستر في هذه اللحظة charge ولا discharge discharge مصبوط 100 في الليل ليه بقى؟ تعالى أقول لك ليه لأن الكاباستر مشحون علي شوحنا والكهرباء خارجة من الطرف البوصل ولسه الماجنيتيك فيه جولكويل ما تكونش يعني سأتكون منه حتة ما تعملش كل الأسهم فدي لحظة الايه discharge لحظة recharging لحظة recharging بيكون عاملة كده بص بقى كده معي بص الماجنيتيك فيه الماجنيتيك فيه هنا تلاقيها مكتملة وعافكها بيتكون forward induced current وبيبتدي عندك بيتكون مثلا هي لسه لسه كده ده بوستر وده نجي تفكر لسه ماكملش تلاقي الكويل هو اللي ايه واخد الماجنيتيك فيه بالكامل والكاباستر لسه عليه حتة تتشارج فده لحظة ايه بقى ده لحظة الاتشارج الشكل ده يبقى كده لحظة مين لحظة الاتشارج يبقى اللي فوق ده لحظة discharge وده شكل الرسمة في لحظة مين discharge ماشي دايما في لحظة الاتشارج بيبقى لحظة discharge الكاباستر بيعاليه شوحنة كبيرة والكويل بيبقى عليه ماجنيتيك فيلد قليلة اهو بص كياه بص على الرسمة كويس هنا ماجنيتيك فيلد قليلة الماجنيتيك فيلد قليلة وهنا الاتشارج بيكون كتيرة ده كده يحصل ايه discharge طب لما تكون الماجنيتيك فيلد كتيرة والفيلد صغيرة شاف هنا الاتشارج ايه والاتشارج قليلة والاتشارج قليلة يبقى ده كاباستر هيحصله ايه هيحصله ماشي يبقى العدد ده لايحددلك الشكل خلاص لقى الكارت ما يلوش دعا ممكن الكارن في نفس الاتجاه ما تفرقش معاها التجاه الكارن في حاجة خالص تمام طيب اليف معالة شارج اللي هابا ارهالك دلوقتي طب دايما لحظة هرسم لك رسومات وقول لي مين الاسم الصح شكلها بيكون عامل كده ولا شكلها بيكون عامل كده فيجر اي ولا فيجر بي يا عبيت يا اللي اخترت بسرعة ولا كده سي طب وإيه الفرق بين سي وبي سي alternative بي حضرك نوع الكارنت اللي ماشي في السركة نوع alternative يعني عسلية alternative وبي كده فهمتني يبقى دي غلط دي غلط ما بيكونش ابدا بيبقى alternative وبي تدريجيا طبعا كنا يفكرين بيحصل الدمك بسبب مين resistance الكويل وresistance الويرز فبيخلي electric energy يحصل لها ايه dumping تمام ما انا هو قلت ما انا بشتح والله او انا بتكلم على الدم بجاي electric energy lost اللي قلت لك electric energy بيبقى lost على شكل حرارة بسبب مين due to resistance بتاعة الوير والايه والكويل تمام والكلام ده بيحصل جهة شابتر فور ما فيش الكلام ده في شابتر ايه يا أستاذ انتي current بتاع capacitor بzero امتى maximum ده ده بعد completely charge بعد ما الcapaster يبقى تفض شحنة على الاخر يبقى current بzero تمام لما يفض شحنة على الاخر بيبقى current ايه خلاص يصل الى مقص لغة الماكس امتى لما يفض شحنة على الاخر وبعد كده بيقل بعد كده برجع يزيد مرة تانية لكن مش ما يبينش يعني اتجاهات الكارات ما يبينش اذا كان الكارات بzero ولا ماكس ده مش هنقدر نعرفها خالص لكن اها بقريك رحزة charge عشان تفهم الكلام ها بتكلم عليه ده وقت طيب بصوا كده معاي هنا ما فيش كلمة dumping في chapter 8 ما فيش كلمة اسمها dumping جوة chapter 8 يا دكتورة اكيد انت بلاخبطها مع كلمة تانية طيب عاوز اقولك كمان ايه جوة chapter 4 عاوز اقولك ايه كمان جوة chapter 4 عاوز اقولك كمان ايه استنى بص اشان مسجل كده شوية حاجات عندي مسجل انت فاكرين اني دخل كده بقول كده من المغي ابدأ انا انا محضر تسجيلات عشان بنس انا التأكيد على بصوا خلاص خلاص chapter 5 لا لسه 5 استنى استنى كنا عاوزين التأكيد على شكل طوالين الفورس خلاص 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 كده كده فور باشا تمام باشا انا اللي بتوب موصله بالشاحن ما تقلقش ما تشيلش همم بيتشحن انا شغاله شحن او مين قال لك انا انا مش باشحن باشحن استنى كده اعمالش حن اعمال اديله فرط شكله بياكل وين كده يا عم قد يا عم برض يا عم عمالي ياكل وين كده استنى اه ماشي نعم انا مستنى ليه يا مصطفى ليه يا مصطفى اوكي اوكي يلا خشي بقى على شابتر فايف بص با عاوز اقولي اينا جوا شابتر فايف بسم الله ورحيم بسم الله ورحيم اول حاجة بقى انا عاوز اركز شابتر فايف على حتة بص اسمع مني الحتة اللي جاية دي اخسم بالله سؤال وهمي سؤال وهمي وهمي بص كده معايا لو جه ايه بقى دعيدي قول كده بقى ده نور ده كده ماكشوف عنه الحجاب ولا ايه راجل توفيق من ربنا توفيق من ربنا لو جه بص بقى ده black body اسمه ايه وده black body اسمه بي وده black body اسمه سي ماشي ماشي هنا الويف لانس 0.8 وهنا الويف لانس 0.5 وهنا الويف لانس 0.95 حلو الكلام نانوميتر حلو نانو ايه معاك انا نانوميتر انا بقى بقول ايه بقى بص اسمع مني كده معايا على متل surface fall on metal surface and emit electron without kinetic energy and emit electron without without kinetic energy مين بقى بتاع سي ولا بتاع ايه اللي قال ايه صح اللي بيقول سي غلط يا دي عبيب الوفلينس لما بيصغر مش احنا قلنا لما يبقى الوفلينس اولا نبص ده السؤال الاول السؤال التاني طيب السؤال التاني find الورك فانكشن السؤال التالت find the kinetic energy of emitted electron ايه خبار اسمع مني بقى حلوة انا سمعكوا باسمونها وانشاء الله حلوة قوي اولا معنى ان الوفلينس ده يخرج الكتر من غير kinetic energy خد لون تاني خد ازرق ده معنى ان الكريتكال ويفلينس 0.8 نانوميتر مع الوفلينس اللي بيخرج الكتر من غير kinetic energy ده الكريتكال صح ولا لا طيب مين بقى الوفلينس اللي يقدر يخرج الكترون بكينيتك انرجي لازم عشان يخرج الكترون بكينيتك انرجي لازم يبقى الوفلينس اصغر من الكريتكال اصغر من الكريتكال مش اكبر الفريكوانس هي اللي تكون اكبر من الكريتكال لكن يكون الوفلينس ايه اصغر من الكريتكال فتبقى الاجابة يبقى مين ايه اللي قاله سي ده فاكرينها فريكوانسي الفريكوانسي ديبقى أكبر من الكريتكال آه لكن بالنسبة للويف لينس لازم يكون الويف لينس أصغر من الكريتكال فيديك فريكوانسي أكبر من الكريتكال صح يا شهد طب احسب الورك فانكشن سهلة الورك فانكشن سهلة حاولي ايه اتش سي على لمدة كريتكال يعني اتش اللي بيكون عارفينها وسيها يديهنها ولمدة كريتكال هي 0.2 نانوميتر أضرب في اتش سي على اللمدة بتاعت ايه ليه كام 0.5 في تيم بيونيتر نانوميتر ماينس اتش سي على الكريتكال اللي هي 0.8 في تيم بيونيتر ودحسبها بس ايه رأيك في السؤال بجد بجد ايه رأيك في السؤال حتة بلاك بادي مع دخل فوتوالكتريك في نومنا وقال لك صباح الخير قال لك صباح الخير صح ولا لأ لأ جاب جاب فكرة خد مني يا ابني بفكرة فكرة شديدة شديدة مش اشتا اشتا طيب بص كده معي بقى اوعوا تنسوا بقى الحتة اللي قولها لكو دي بقى في كم جملة كده عاوز اقول لكو عليها يلا بسم الله الرحمن الرحيم الويفلنس بتاع الالكترون ليه تلات قوانين مهمة قوي لمدة بتساوي اتش على ام في لمدة بتساوي اتش على روت اتنين ام اي ضد في لمدة بتساوي اتش على روت اتنين ام كينيتك انرج لان الايدود في بتساوي كينيتك انرج صح صح طيب اسمع ميني بقى بص انا عاوز اقول لك ايه بقى بص انا عاوز اقول لكم ايه يا عم ما اجمالك كده مش سابت كده ليه فعل حالي اتعرك بقى الحمدلله كل القوانين دي عادي بنحل بيها من غير اسباتات في المقالة عادي حل بيها عادي يا شباب تكرع الله اللي ما قلتلك ما تحلش بيها انا قلتلك يبدأ اصح لكم هجانا طيب اسمع ميني بقى ممكن تقول لي امتى الويفلينس انفرسلي مع الفلوستي وامتى الويفلينس انفرسلي مع روت البوتينشل وامتى اقول ان الويفلينس انفرسلي مع روت الكينيتك لازم اثبت حاجة صح ولا لأ والله الويفلينس انفرسلي مع الفلوستي لما يكون الماس كونست والويفلينس انفرسي مع عروض البوتينشن لما يكون الماس والتشارج كونست تتقفلت ليه لما يكون الماس والتشارج كونست والويفلينس انفرسي معك كينيتك انرجي لما يكون الماس كونست صح طيب خب بالك بقى اعمل حاجة جامدة جدا لو جدعت تقول لي بقى اللي انا قلته ده امتى الويفلينس يبقى انفرسي مع الماس وامتى يبقى الويفلينس انفرسي مع عروض الام واحدة بتقول لي هو مستر ممكن تتغير ايوة لو انا بتكلم عن بروتن والكترون تشارج البروتن غير تشارج الالكترون يبقى كده اتنين تشارج مختلفين هو امتى الويفلينس انفرسي مع الماس ها امتى لما يكون الفلوسي سابتة اهي شايفين بص كده يا معه الويفلينس مع الماس انفرسي لما يكون من ثابت لما يكون الفلوسي سابتة طب خلص نمشي كده دي لما يكون الفلوسي كونست فلوسي طب امتى يكون انفرسي مع عروض الماس لما يكون كينيتك انرجي كونستان او البوتنشيال والتشارج كونستان يعني ممكن العب بالقانون ده او القانون ده بصوا اينا كده معايا لو انا لعبت بالقانون ده يبقى ساعتها قلتلك ان الالكترون تشارج والفي كونستان طب لو انا بلعب لما لعب بالقانون تحت برضو اللامضة انفرسي مع الماس امتى لما يقولي كينيتك انرجي كونستان يعني عارفين فيه سؤالكم انا بجابهولكم في الواجب عملنا ايه بصوا كده جبنا بادي بص ركزوا معايا كده فلانا اروهولك ده دلوقتي جبنا بادي عنده ماس ام وكينيتك انرجي ايه وبادي تاني عنده ماس اربعة ام وكينيتك انرجي اربعة ايه فاكرينكم اقول ده بادي اكس وده بادي واي وقلنا ان او صوري قلنا كده لما قلناش حتى قلنا تو بارتكل بس وطلبنا الايه لها كينيتك انرجي ماشي الاي ديت لها كينيتك انرجي وطلبنا ايه بقى طلبنا ايه في السؤال عاوزين ريشيو ما بين ويفلانس اكس على ويفلانس واي طب ايه دخل الويفلانس في الماس والكينيتك هو ده هو المجرم ده ده فيبقى القانون يبقى عامل كده لامدا اكس على لامدا وي هتساوي روت انفرس لي بقى كينيتك انرجي واي اللي هو انرجي واي في ماس واي على ها انرجي اكس في ماس اكس وتلعب السؤال بقى خلاص تعود وتشتغل معاك زي الفولي يبقى ده كان من المسائل الصعبة اه دي كانت من الاسئلة الصعبة جدا اللي كانت موجودة عندنا صعبة الله راح فين الفايل راح فين الله تعامل حسابي على حركة زي وانكنت حسن تمسيب لانات اخر لحظة ماشي طيب دي حتة مهمة تاني مش اللامدة مش اللامدة ليه الوفلينس بتساوي يا كريم اتش على روت اتنين ام كينيتك انرجي طب انا اديتك اتنين ام واثنين كينيتك انرجي وعاوز رشو ما بين اللامدة يبقى اللامدة انفرسي مع الاتنين دول يا جميع صح ولا لأ انا امالي بالفي بقى ايه اللي دخل الفلوس في الموضوع انا اخش على كينيتك مع المس على طول اهو لمدة انفرسي مع روت المس والكينيتك ايه اللي جاب الفلوس في الليلة تمام ماشي ماشي فيبقى ده قانون ابن الشاربين مسألة من النوعية دي طب تعالوا بقى الحتة اللي جاي دي برضو في شابتر 5 تابع شابتر 5 الفورس كلنا عارفين الفورس بتساوي اتنين باور على سي صح بس ازا نركز بقى في الباور يا بتتفك الباور بفكها ايه بقى دي بقى الحتة بقى المهمة بقى حتة المهمة عاوزة اتخذ بالك منها اديني فكات الباور ادي لك فكة بس في فكة فيهم اخطر واحدة خالص بسم الله الرحمن الرحيم الباور بتساوي اتش نيو في قل ادي واحد اتنين اتش نيو دي يعني انرجي في قل ثلاثة يبقى اتش سي على لمدة في قل اربعة لو راجل انت تقولها علاقة الانير مومنتم بالانرج ايوة صحة كده يا جدع صحة يا عبد الله انتو عارفين ان الانير مومنتم بتساوي انرجي على سي يبقى الانرجي دي مكشفة افكها الانير مومنتم في سي فالباور بيساوي الانير مومنتم في سي في قل ايه واحدة تنسى الفي قل دي اسمها ايه عم اسمها ايه الفي قل دي اسمها rate of photon collision بص موقع اواتي اسمها flux of photon اواتي اسمها number of photon في كل ثانية number of photon emit each second وقاتي اسمها rate of photon collision عدد التصادمات الف photon في كل ثانية فقضية حضائك ممكن ايه القانون بتاعنا كلها بتاع الحتة دي طلعته اهو يا استاذ دي حتة في chapter 5 برضو ايه مهمة حلو بقى زملكم جميع بتقولي كان في قانون اللي كانتك انرجي مع مومنتم لو كنت في تحت المراجعة كنت شفتيه قانون مهم بقى ايه مين يقولي القانون الكانيتك انرجي مع مومنتم ايه الكانيتك انرجي ايكوال المومنتم باور تو على تو ام ده قانون بيربط ما بين الكنيتك انرجي و المومنتم اه هيبعد اه هبعته ان شاء الله بعوني سبحانه وتعالى هبعته خلي بالك من ده خلي بالك طيب خد بالك بقى معايا في الالكترون مايكروسكوب في الالكترون مايكروسكوب في الالكترون مايكروسكوب فكروني ايه هي idea of magnification idea of magnification القانون الفوق ده تشغل بي حتى لو مقالي ايه تشغل بي في المقال اه شرط التكبير ايه ايه شرط magnification لازم يكون الوفلنس بتاع الالكترون او الوفلنس بتاع الري لزان او ايكول اللينس بتاع الوبجيكت اللينس او بنوع عليها dimension لازم خلاص طيب طب اسمع معايا هو انا لو انا عاوز اقول ممكن يا اياد ممكن لو انا عاوز اقول ان انا عندي اا عاوز ازود resolution power to increase resolution power مفوضة اعمل ايه في الهيكترون ماكروسكوب to increase resolution and magnification power ايه اللي بنعمله بنقل الوفلنس طب بنقل الوفلنس ازاي بنزود velocity طب بنزود velocity ازاي نبدأ من عندي مين ايوة صحة كده يا عبد الرحمن انت اللي جيبتاها ابو بكر نرفع الفول صحة كده اول حاجة بنعمله increase potential فلما increase potential difference اللي ما بين الانود والكاثود بيزداد velocity كده الفلسطي بتزيد طب ايه القانون يعمل فيها دي مع دي ايه اللي دخل ده بدأ e dot v equal half mv square طب لو اما الفلسطي بتزيد الوفلنس بتاع الالكترون بتصغر جات من اين جات من قانون lambda بتسوي h على mv فلما بتزود الفلسطي الوفلنس بيصغر ولما الوفلنس بيصغر المagnification بتزيد مagnification power بتزيد وresolution بيزيد ماشي طيب يا عمنا طيب يا عمنا بصوا كده معاه بقى في chapter 6 استنى استنى عشان اسمع انا بسجر حاجات اصلي عشان اقولها لك اكد كده chapter 5 تمام تأكيد ان هتيجي مسألة على content effect او على photolective phenomenon اه يعني بيقول ركز دايما في الحل في chapter 5 ركز ان انت في مسألة هتجيلك واحدة يا اما compton هتجيلك هتجيلك ها يا اما compton يا اما photoelectric effect بقول لها سبحانه وتعالى فأو انت بيتذاكر كده يعني ها نقيلك مسألة مسألتين ويتأكد انك بتعرف تحلهم على compton او photoelectric effect يعني ايه كده مسألتين كده وحلوهم انا عموها في الانتحانات حدثتها اجيبها لك ايديا بتاعة الاجهزة هجايبك انا دلوقت ستة التأكيد على الصرق مبين ايوة جاية ستة بصوا بقى على ستة هقول لكم على معلومة خطيرة جدا انا عاوز اهوريك حاجة ايوة يا بودي ايوة يا بودي بصوا شابا معايا عاوز اهوريكو x-ray بيتكون بطرقتين ماشي وقولولي انهي طريقة من دول continuous وانهي طريقة من دول characteristics صح بص هاوريك حاجة شابتر سيكس او حداك ايه يعني حضرتك هو ده مين مش فاهم لا لا انا مش هطول مش هطول مش هقول حاجة بعد ستة يعني فيه حاجات هقولها بكل مش النهاردة انا يعني مش هطول عليكم انا بقولك شوات حاجة بجمعها لكم حلوة بصوا لو انا جيت ايه لو انا جيت قلت النابي شابا بتركزوا معايا بس دلوقتي ده الكترون والالكترون ده هو ماشي كده خبق في الكترون تاني وعمل سكاترد ويطلع فوتر الكترون خبق في الكترون فالالكترون سكاترد الكترون بتاعина ده سكاترد وفيه طاقة فقدت على شكل فوتون ماشي الشكل التاني ده التارجد بتاعك لقينا فيه إلكترون جاي من هايليفل فول كده وطلع لك فوتون إكس ري ده كده إكس ري وده كده إكس ري الجدع يقول لي بقى الأولانية إيه والتانية إيه الأولانية دي كونتينيوس التانية كاركترستيك وإنه بيحصل في الله ماشي الأولانية دي كاركترستيك والتانية إيه كونتينيوس الأولانية كونتينيوس لي الأولانية كونتينيوس لي لأن الإلكترون أو الإلكترون حصل له دي سيليريشن ولوز بس كده هنا ليس منها كونتينيوس أيوة الإلكترون اللاب صدق مش مش عاوز يشتغل اللاب مش عاوز يشتغل بس مش مش مشكلة هتشتغل غصبا عنك عساها طول اليوم مش عاوز يشتغل وعمل أسجل بصوا آآ الأولانية الإلكترون حصل له دي سيليريشن ولوز اتس انرجي جرادولي لوز اتس انرجي ماشي رقم اتنين الحتة دي فضيت عشان الإلكترون خرق خالص أما حجي إلكترون من هاي ليفل ونزل ياخد مكانها الكلام ده بحصل في الكاراكترستيك الأولانية دي الويفلينس بتاع الإكس ري اللي خرق ده بيجاب القانون ده اتشي سي على ايدو دفين بس يا جن التانية الويفلينس ده قانونه ايه اتشي سي على دلتا اي دلتا اي اللي هي الفرق ما بين مين ومين اي ثلاثة ماينس اي واحد صح يبقى أنا ممكن هسألك بقى سؤال لو لا بي أنهي واحد في دول بيتأثر بالبوتينشال ديفرنس ها أنهي واحد في دول بيتأثر بالبوتينشال ديفرنس مين واحد ومين اللي بتأثر بالأتوميك ننبر اتنين مين ما بيتأثرش بالبوتينشال ديفرنس اتنين ما بتأثرش بالبوتينشال ديفرنس مين ما بتأثرش بالأتوميك ننبر واحد ما بتغيرش التغير الأتوميك ايه ننبر دي اسئلة يعني. اسئلة يعني على الايه? على اللقطة دي. طيب. استانوا كده. انا بص اعاوز اسمعكم بس الكلمة دي بص انا كذب هنا ايه? سامعين انا كذب يقول انا كذب اقفل على كده يعني ايه? ما تزودش يعني بعدين تسجلت كلمتين كاني? لا انا اقولهم بكرة. في كلمتين تاني اقولهم بكرة. عندي بكرة شوية معلومات تانية خطيرة. عشان حدك ايه? اشوقك. ان يقعد مشتقين للحلقة بتاع بكرة. طيب. شباب بص كده انا اتكلم معاكو كده بصراحة. ماشي? انا خلصت خلصت. سامعيني? ما عارفش ايه اللي بيحصل في اللاب بجد بجد انا مش مصدق. لكن بيحصل حاجة غريبة. شايف ايه اللي حصل? الحمد لله. لا 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 الله العظيم انا حاسس ان في حاجة. والبتاع بيقفل لوحده وكل حاجة شغالة كده لوحده يقول لي ايه? كفاية. شكلنا جماعة كده معنا اللي امتحانوا بنقول امتحانوا والوزارة بتحاول انها ايه? تأفل علينا. هنقول لهم الامتحان يعني هنقوله. هنقوله اه دي اشارة رازم تاخدوا بالكم انها جميل جدا. ان في حد بيحاول يخترق اللي ببص او ايه بجد انا مش بغزر. وفي حاجة بتحصل. فجأة بلاء النت واليوتيوب فتح. يلا جماعة بص اقولوك على حاجة. اه يعني اهم حاجة اللي انا كنت اعاوز لقول لكم بسرعة قبل ما الدنيا تنفجر. اه يعني اجروا اجروا يا شباب اجروا شوية في الشغل بتاعكم ويقعوا تيقاسوا. وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. ويا رب يعني ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربنا يا رب يسدد خطاكم كلكم يا رب. ماشي انا انا هقفل بس عشان ايه? اللب مش طبيعي دلوقتي. ماشي اشوفكم بكرا ان شاء الله سبحانه وتعالى. احاول اخلي اللايب بادر شوية. ماشي. معرفش ايما الله اللي بيحصل. يلا سلام عليكم. عفوا عفوا. عفوا. اشتركوا في القناة.